توما وفينسونغ في السابعة عشرة من العمر ولكن ليس بوسعيهم العيش كباقي أقرانهما من الشباب فهما مجبران على حماية جسديهما من الأشعة الشمسية منذ كانا في الثامنة إذ تسبب الشمس لهما خطة الإصابة بصدتان الجلد فعند مغادرة منزلهما عليهم ارتداء زيين وقفازات من نسيج منيع من صنع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كما ترون لا يمكن إخفاء الزي فهو يخيف الكثير من الناس الذين لا يعرفون ظروفنا فيلقون علينا نظرات غريبة أو يغيرون مسار طريقهم بعيدا عننا ألمني ذلك كثيرا في الصغري ولكن الأمر الآن يزعجني أكثر لأني لا أريد إخافة الناس توما وفينسونغ يعلقان آمالا كبيرة على الفيلم الجديد من إخراج الفرنسية ديلفين كلازا تحت عنوان إذن منتصف الليلة والذي من شأنه تغيير نظرة المجتمع الفرنسي عما يسمون أطفال القمر فبصرف النظر عن الزي الذي عليهم ارتداؤه خارج المنزل يعيش المريضان حياة عادية تقريبا مع ضرورة أن تكون نوافذ المنزل مزودة بطبقة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بالفعل كلما كبرنا في العمر كان هذا أفضل فرحل الآن في المرحلة الثانوية من المدرسة التي تجعلنا أقرب إلى أقراننا الطبيعيين ففي ساعات النهار نقضي وقتا طويلا في المدرسة وبما أن علينا إكمال فروضنا المدرسية من البيت فإننا لا نخرج كثيرا إلا في أوقات الليل مثل أي شاب في هذا العمر ومع هذا فالشابان يتخوفان من حياتهم المهنية بعد الدراسة فهذا قد يفرض عليهم مغادرة المنزل والعيش في مدينة كبيرة لذلك ينتظران بفارغ الصبر قناعا جديدا قيد الإعداد والذي سيكون ألطف في شكله وأسهل في ارتدائه وهذا من شأنه أن يحفز انتماجهما في الحياة العادية موسيقى